السياسات الاجتماعية لم تتغير بل زادت في ترد أوضاع التونسيين من ذلك تراجع الخدمات الصحية وتدني مستويات الحماية الاجتماعية ونقص بعض المواد الأساسية المفقودة هذا ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي لشغل المكلف بالحماية الاجتماعية حيث شدد على أن تعطل الحوار الاجتماعي زاد من بؤس التونسيين حسب وصفه اليوم العمل النقابي ونقابيين مضيق عليهم في كل مناحي الممارسة النقابية والفعل النقابي اليوم تشوف أني ما فماش ملفات معناها قاعد يتم النظر فيها من كسوات ثلاثية تركيبة وإلا ثنائي التركيبة مع الحكومة ولا مع التلف الاجتماعية إذن في الحقيقة فم مسادرة حقيقية للحوار الاجتماعي وتعيش النقابات والمجتمع المدني عموما في تونس عزلة شبه تم عن المساهمة في تصطير السياسات الاقتصادية والاجتماعية أنظمة التقاعد وإصلاح الصناديق الاجتماعية وحل إشكاليات تشغيل الهش وتوفير الحماية الاجتماعية توجهات لم تعد تستشار فيها النقابات حسب المنظمة الشغلة الصناديق ضمن الاجتماعي لمدة سنوات تعاني من إشكاليات من أزمات من ديون متركمة متخلدة لكن هذه السنة بيت واضحا أن السلطة السياسية مختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية أخذت على عاتقها إصلاح أو ما تعتبره إصلاح الصناديق بمعزل عن حوارها مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبره أنه قطع مع الحوار الاجتماعي الذي ميز الدولة التونسية منذ سنوات وكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ارتفاع عدد التحركات الاحتجاجية خلال شهر نوفمبر المنقذ إلى 265 احتجاجا مقارنة ب180 احتجاجا فقط خلال شهر أكتوبر الماضي وكشفت الإحصائيات أن عدد الأسر المعوزة يمثل ربوع السكان تقريبا رغم إقرار الجميع بأن تونس تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة لم يسبق لها مثيل خلال السنوات الآخرة إلا أن الحوار الاجتماعي معطل تماما بين الحكومة والنقبات وضع يقول الاتحاد العام التونسي للشغل إنه لن يزيد التونسيين إلا بؤسا فتح الفلحي ميديان تونس 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 شكرا